هذا وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندبين الدائمين بطلب من مصر لبحث الموقف العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي المحتلة وخلال الاجتماع طالب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على وقف الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينيين ولفت إلى أن مأساة فلسطين من قتل وتدمير وتهجير واحتلال قد مدى عليها 75 عاما مؤكدا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية موسيقى